في السياق ذاته كشف مجلس محافظة كربلاء عن تشكيل اللجنة للتحقيق بمعرفة مصير أموال الزيارة المليونية وآلية إنفاقها مؤكداً أنه ليس له علم بما تم إنفاقه من أمواله لجنة تحقيقية بخصوص لجنة التحقق طبعاً بخصوص ما ورد إلى كربلاء من أموال خلال الزيارة المليونية كيفية إنفاقها آلية إنفاقها آلية وضع الأولويات وكذلك مصادقات المجلس لاحظنا أن هذه الأمور لم ترد إلى مجلس محافظة مجلس محافظة ليس له علم بما تم إنفاقه أو كيف إنفاقه وهذه التسائلات موجودة تم تشكيل لجنة التحقق في المجلس محافظة إن شاء تعطي تقريرها خلال أسبوعين المجلس ولير المجلس رأيه بذلك